المهندس مارسل منصور موجود معنا اليوم استشاري بشؤون الطاقة منحكي عن الطاقة الشمسية يلي اليوم يعني كتير علموضة بوضعنا هيدا ببلد مننا أبدا مأملين أن يكون عندنا كهرباء بالقريب والمولدات صارت مكلفة جدا الناس عم تتوجه إلى الطاقة الشمسية ولكن عمليا كيف ممكن نكون عم نستفيد منها للآخر وشو هي المزارع الشمسية كمان منحكي أكتر مع أستاذ مارسل أهلا وسهلا فيك أهلا فيك بس نقول مزارع شمسية وهلا عم نسمع فيها أكتر وكأنه في بعض ضيعة في لبنين أصلا مش من اليوم عندها مزارع شمسية من قبل يعني شو يعني مزارع شمسية؟ المزارع الشمسية هي مثل لما منزرع حقلة أمح بدلا ما كل واحد يزرع بيته أمحاته يكون عم يزرع على مستوى الضيعة أو مستوى من المنطقة كلها سوا العملية هذه وفيرة أكتر لأن عم نجمع نحن الطاقة كلها سوف هذا محل الكل في تابعيتها أرخص لأن عم نشتري بالجملة بدل ما نكون عم نشتري نحن بالانفرق والانتاجية اللي عم نعطيها بتتوزع على العالم بشكل أكبر يعني إذا بدنا فينا نقارن بعملية خزين الماء بزيت البنية لما يبقى في خزين كبير ماء بيستفيدوا السكان البنية منه أكتر ما يكون كل شخص عنده خزين لأن البيت اللي بيصرف كتير بيفضى خزين وبكير ويمكن انقطع بينما اللي مسافر مساء أو بيطلع طلع الويكيند بيتحول للتين إكزاكت هذه الإفادة منها وأهم شيء أنه ينزل السعر سعر الإنستلاسيون يعني إذا بيت بده يعمل طاقة شمسية بلا إيسيه هيك المينموم يعني بده خمسة أليف دولار إذا بيكون حطها المصاري ضمن مزرعة بيصير لكل فعلية بتنزل شيء ألفين دولار بكل بساطة لأن زيت الكهربجي لحوية العراكة بكل المزرعة بينما كل بيت بده كهربجي الموبيليزيشن يعني عملية العالم تنزل تتحرك خاصة بهذه الظروف البنزين التنقلات يعني زيت الكاميون بيجيب لها خمسين بيت بينما كل بيت بده يجيب لها كاميون بده يدفع النقلية كل الكوست بيتوزع على الكيلو من هون بتنزل بس الإفادة بيطاقة اليومية هي نفسها هي فيها أي يعني سلبيات حتى فيها إفادة أكتر لأن مثل ما قالنا بما أنه في إنتاج كتير كبير والبيوت كلها سواء ما كلها سواء يعني في بيوت النسوين بظل قاعدة بالبيت هذه بتصرف أكتر من المرة اللي بتروح تشتغل مثلا معلمة مدرسي راحت على المدرسة قبل الظهر بيتها ما في شغل خصوصا إنزا ما عندها شيء غالي بالبيت هالكهرباء هاي بتوزع بطريقة أزبط وبيصير بدنا الواح كمين أقل يعني حسب تقديراتي والحسب بيت اللي عملتها في عندك 30% الواح أقل يعني إذا البيت بده 8 الواح ونحن بدنا 100 بيت يعني بدنا 800 لوح بالمزرعة بيصير بدنا شيء 600-650 لوح بيكافوا كلهم هالعوامل بيأسروا هيدا كمان فينا نعمل سيميليشن إذا بدك مع جينيراتور إذا كل بيت حب جينيراتور لقلو غير ما نجيب جينيراتور كبير للبنية اللي هو بيصير مصروف في قلبه كتير ما تبع كل جينيراتور إذا بنجمع كل الجينيراتورات مع بعضهم بس بده مسيحة يا أكيد بده مسيحة واللبنين عندنا مسيحات كتير وهيدي بأتيت اليوم أكتر شيء يحبب أحكي عنه هيدي أنه ما فينا نقول ما عندنا مسيحات عندنا مسيحات كتير مخباية بس يقدم عيوننا بأي معنى بالضيع ما في ضايع ما في عنده مشاعات وهي المشاعات كلها فينا نستعملها في أراضي سليخ صخر ما نستعمل إلى مئة سنين ما أحد عم يستعملها أقل شيء نحط عليها لوح الطاقة هايدي وكلفتها تبع تركيبة كمان هيني لأن ما أرضها صخرية الأوعية تبعونها رخيصة بالمدن بيقولولك أكبر مشكلة هي بالمدينة مضبوط بس نحنا منلسى أنه في عنا مسيحات كبيرة بالمدن وهي الأوتوستراديت هلا ككلفي أكتر بس نحنا محطوطين تحت أمر وقع هلا بلبنان أنا بهمني أنا أعمل شيء بالبلد بهالأوتوستراديت هايدي أصقفها كلها سوى مثل ما نصقف شقفي من نهر بيروت هيدا منطقة النهر الليد وريفيير يعني هيدا ما أحد عم يستعمله كانوا بطريقة زكية أنوا حطوا الواح على ظهره بس عملوا شقفي صغير يعني كانوا عم يعملوا التاست لو بينعمل على كل النهر هايدي مساحة كانت مقتولة استفدنا منها مرتين أول شيء خلانها ميت الشتي تنزل على البحر وتاني شيء استعملناها تنولي الطاقة والحلو فيها لأنها بتبقى قريبا بقال مدينة كمية الهدر طبع الطاقة تكون قليلة لأن استجرار الكهرباء هي عمليجية مكلفة وتما تكون مكلفة منطلع نعانا للهاي فولتج منقل منرجع نزل لللو فولتج بهالطريقة هايدي لما تبقى دي سنترلايز يعني لوكاليز يعني مناطقية كل منطقة منطقتها بتعمل هي الكهرباء تبعيتها ونوفر كتير من الهدر طبع الطاقة اللي بدأ تمشي على الطرقات ورايحة بس حتى هيك يعني الامددات بدأ تكون كمانا مدروسة أكيد أكيد كل شيء هيدا عمل هندسي يعني 100% وهي الامددات مش مكلفة كمان بس منها تكير يعني هاي امددات غير امددات الكهرباء لما يكون في طاقة شبسية بس منها بالنسبة إذا بدك تحطي انت كمية الامددات أو حق أكلفتها للامددات بالنسبة للمشروع كله سواء مطلع ماشي لأن احنا عادة كيف بتصير الامددات من كيف هلأ جينيراتور مدد بالتشريت يعني اي 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 كابلت وإذا البلديات حبوا يشتغلوا فيها وإذا كان البلدي الموتور هو لقلة وهون هي الأهم هؤلاء أكتر الناس بيستفيدوا لأن الاستلاليات تعملتهم موجودة الامددات موجودة بيستعملوا نفس الامددات بيستعملها بيصير عنده الجينيراتور يشغلوا بالليل لأن هي أرخص سيستام هلأ نقدر نحنا نحط بهالحالي نحنا خففنا الفاتورة أكتر من خمسين بالمية وخصوصا بالصيفي لأنه نهارنا طويل ستين لخمسة ستين بالمية ومن عاشية نحنا عم نشغل الموليد وبهالطريقة بنهار نحنا فينا نحط السعر تابع الكيلوات أرخص لأن نحنا من وقت ما حطينا الواح استفعنا حقهم وخلصنا مثل الشجرة يعني هذا مثل كتير حلو العالم يجب أن يستوابوا لما الواحن يشتري شجرة ويحطها بالحقلة بيدفع حقها مرة واحدة وصعد كل سنة هي عم تعطيه نحنا كمان بالإنستاليسيون تابع البي في إن كانت مزرعة ولا بالبيت بندفع حقها مرة واحدة وعلى مدى خمسة عشر سنة عم نستقبل الكهرباء ببليش وعم نوفر نحنا علينا يعني لما عم نوفر كأنه ربحنا مصاري بها الطريقة هاي دي بينزل السعر بالنهار وبالليل بيصير السعر غالي أوتوماتيك ما العالم نحو يصيروا يتجوا إنه يروحوا يصرفوا كهرباء بنهار ويعبوا بطارياتهم بنهار والكلفة يعني فاتورتهم بالليل بيصير خفيفة فاتورة المزود بيصير خفيفة كمان الحمل على البلديات بيصير أخاف والحمل على البلد بوجه عام كمان بيخف لأن بدل ما نحن ندفع مليارين مزود كل سنة وفيول للمحطات يمكن ننزل لـ 100 مليون 200 مليون بالسنة ما في أي طريقة يستغني عن المولدات لا مشكلة أنه الشمس عندنا ما بتطلع 24 24 لا مشيك بس ما في تخزين للطاقة خلال النهار للليل بلا بس أنا حطيت هلأ أول option اللي هي أرخص وحدي لأنه ما بدنا نروح للتخزين صار بدك كابتل انفسمت أكبر يعني صار بدنا نجمع مصاري أكتر لأن الطريات ساعات بيكون هني 50 بالمية من قيمة المشروع لما نحن بنشيل الطريات على جنب ما بيبعد في عنا مشكل هلأ في طريقة أصلا أصبت لو الدولي بتقدر تحسن الوضع تبع شركة كهرباء وتأمن 24 24 كهرباء حتى لو بالمينموم صارت الطاقة الشمسية ما بقى في لزوم للبطاريات أبدا لأن نحن كل شي من والده صار بيروح بالسيستان لو بتأمن على القليلة بالليل ساعتها بالنهار بتصير الطاقة الشمسية كيف فيها إذا يشغلوا هني بس المعامل تبعيتهم لأن المعامل حسب الدراسة أنا عاملة قبل المعامل الموجودة هلأ إذا بتشغليها بالليل تقريبا بتكفينا ما بقعد في لزوم وإذا صار في تقنين ساعتين ثلاثة بالليل من هذه المشكلة لأن البطاريات ما حدا يخلي بيته بلا بطارية صغيرة يأمن حاله بها الوقت هذا وما ننسى نحن من 12 وطلوع مصروف البيوت ما عادش صار في عندك هالتلفزيون التلفزيون حتى توقف عندك البراد ويمكن لمبة أو لمبتين مصروف البيوت خفيف أنلاس بالصيفية ولادة الساحل مشبورين بدون يدوروا إيسيات هنا عندهم الكلف الأكبر اليوم هالشي بلبنين بلش يكون موجود كمزارة شمسية في كتير بلديات عم تشتغل بس كل بلدية على نطاقة يعني في تمويل عم يجي من بره كمان بدنا نحكي فيه لأن مثلا في ضياع كتير من بره بإستراليا مثلا عم بيمولوا بشريع لوليد الضياع عندهم بس المشكلة أنه عم بيمولوا على مستوى بيوت يعني هاتا ندفع لها البيت 3000 دولار تنعمل له مثلا سيستام للبيت تابعه منهم عم يفكروا بمستوى الضياع كلها سولا أم تعفي فيه كمليكيشن شوية تعقيدات بضيعة يعني بس إذا ضيعة عندها الإمكانيات وعندها الانفستمنت اللي بيجي من وليد الضايع من بره وعندهم الأرض المناسبة بيعملوا فارم كبير يعني مكلفة بالنهاية بدي يكون عم يندرس كمان حتى لنقول أنه بعدين رح نقدر نكون عنا عم نوفر وهلأ هي القصة مش بس أن نوفر القصة أنه ما فيه كهرباء يعني الموالدات في عندها تقنين سعر صفيحة المزود عم يغلق كل يوم 25-30 ألف ليرة أو ما قدر نوصل لأنه ما يكون عنا كهرباء بالمرة يعني صارت حاجة أكتر ما هي توفير الغل عملية يعني إذا كل إنسان بيحسب هو من سنة إلى هلأ شو دفع فيتورة كهرباء للموالدات يشوف أنه تقريبا صار دفع ربع السيستام أو نصه أو أكتر شوي طيب إذا نحن حطينا هالمصاري هذي كلها سوا بمؤسسة وهي تعمل للضايعة الحق التابعه نحن عم نقول الخمس تلاف يمكن نصير حقه ثلاث تلاف ما في عالم كل العالم تقريبا هي وفرت ألف خمسمائة لألفين بهالسنة هذي صلح حقه للسيستام وأمن الاستمرارية تبع الكهرباء أو نحن بتضيع الأوبسيون التانية اللي هي في عالم كلي تقول ما نقدر أنا حط أكتر من مئة دولار مثلا بالشهر أو كذا في ناس متمولين بتضيع يعني إذا إجع عشر أو خمس تارش أو تلتين شخص ما نضيع قالوا يا عمي نحن كل واحد بيحط إيمي معين من هالمصاري ونحن بنعمل في قلب هالطاقة الشمسية هذي شو بيصير هني بيرجع لهم مردود لأن نحن يرجعوا يبيع الكهرباء بيصار أرخص والعالم كلها سواء رح تدفع مثلا هلأ في عالم نعم تدفع لما نس عندها مولدات نس عندها مزارقة شمسية بس الأثبت إذا من ضمن البلدية زيتا بنعمل هذا سيستام مع تمويل صار هالمصاري هذي اللي عم تنحط بالمشروع عم ترجع ترد حقها مع الوقت العوامل الطبيعية ما بتأثر على هالطاقة الشمسية على هاللواح لا الواح هي معمولة تتعيش 25 سنة بتقدر تحمل شتي ورعد وكل شي بتتحمل عواصف رملية حتى تصور يعني إذا إجا رمل عم ينصف عليها نازف بتحمله وتتحمل كمان البرد يعني حبت البرد القلي هالأد إذا بتنزل بـ 80 كيلومتر بالساعة تصور إداة سرعتها يعني بتنزل عليها ما بتكسرها هلا بفضل في عنا عوامل الانفجارات يعني إذا صار في حادث أو إذا صار في قويس دايركت قدام اللوح هولي ما في مهرب منهم يعني هيدا ريسك عم نيقضه نحن بحياتنا كل يوم بس هو كسيستام فعال 100% مثل الشجرة يعني الشجرة ما بتموت غير ما يجيها عاصفة أو يجيها دودة كلا بس السيستام فعال 100% وما بس أنه عم يتجرب عنا هذا سيستام مجرب بأوروبا اللي بتشوف الشمس ربع اللي نحنا مشوفه ما فيه أي خطورة لا لا أبدا بحال إذا السيستام عمله يعني بيسموه بالعربي تقريد يعني نحن نوصل الألوح الشمسي بالأرض إذا نزلت زيعة تنزل بقلب الأرض الأرض تستوعبها وتوزعها بقلب الأرض الحال لا يوجد مشكلة أبدا سيف 100% يعني سيف أكتر من السيارة إذا بدنا بس بس أنه تنعمل مزبوط يعني المشاكل اللي بنا نشوفها الشتوية يجي وإن شاء الله تكون غلطان بس أياما في بيوت بدأ يحترق سيستام تابعنا لأن مراكب كيف مكان معمول مثل ما لازم بس إذن الحماية ضرورية ما في مهرب منها وفي بنايات ما قادرة تعمل حماية يعني عمراكب لعالم بس ما بدك أرض سبين بطون من مكان أو الأرضية تبعيتهم رادمية بتحطي فيها الأيرثينج ما بيقدر رأتي نتيجة لأن هالكهر بدأت تنزل تتوازع بالأرض ما عندها محل تروح فيه وهو اللي عم يخذوا ريسك ما عندهم حل تاني غير هايك مهندس مرسيل منصور استشاري بي شؤون الطاقة شكرا لألاك و للمعلومات نخذوها نرجع من تابع لايف